موسيقى اهلا فيكم سيدي مونة يحكي عن حضرتيك كي كي الراتريك والاستاذ روني فرا حضرتك رئيس لجنيد خدمة المجتمع بالمنطقة الروتانية الروتارية 2450 بداية عنها العنوان خبرني نعم يبي حبي خبرنا عنه للحقيقة انا هيدا الموضوع بس فت على الروتري وعرفت انه الروتري بتهتم بمواضيع اجتماعية وخصوصا الاشياء اللي بتكون البلد عيوزتها هيدا الموضوع كتير كتير لفت لنظري انا بتعطى مع الجامعات عم اجلس امنا جامعة الويسي والجامعة الامركية ايو بي وبعرف قديش عم بيعانوا الولاد والشباب والشباب لبنان كلهم من هالمشكلة والستاتيستيكس اللي صارت مؤخرا يعني الاحثاءات بتفرجة انه العمر ظغر اللي ببلشوا ياخدوا مخدرات العدد النسبة كتريت والبنات ببلشوا ياخدوا يعني ثلاث امور كتير حساسة ومهمة ومع بقية الاعضاء بالنادي قررنا انه السنة ناخد هالموضوع باهتمامنا انا رحيت الاستاذ فره بما انه قررتوا تاخدوا هيدا الموضوع وصار في تواصل بين الجامعات مع الوزارات عم بصير في اي تواصل اخر مع الوزارات مع الجامعات ومع المدارس احنا شي متكامل يعني ما منقدر نشتغل بدون ما يكون في عندنا دعا من المؤسسات الرسمية نعم وهون بدي اوجهلكم للالبسي شكر لان وقت اللي حكيت انا مع الشيخ كارد ظاهر الاعلام بالنسبة لنا كتير مهم وفرجوا ترحيب بالموضوع ورح تكونوا عم بتساعدونا وتساندونا الازالارات اللي حطت يعني نعم نخلق توعية للاهل والطلاب المدارس والمجتمع ككل وبنتأمل انه المؤسسات الدولة تتعاطف معنا وتتعاون معنا بس رح يصير فيه تعاون بين مختلف اندية الروتارية احنا اي دايما منبلش بنادي وبعدين منكمل المشروع مع الاربع عشرين نادي الموجودين بلبنان كيف يصير هدا التعاون مثلا اخدنا من 3 سنين مشروع تشيير لبنان مليون شجراء 8 سنين وبلش نادي وبعدين بقيت الاندية بلشت تعمل تشجير حمل التشجير سنة الماضي بلشنا حملت فلتر المياه بالمدارس الرسمية وعملنا 50 مدرسة بالشنوب ورشت بقيت الاندية تبنت هالمشاريع وهي كمان بمناطقها عبتعمل مشاريع فلتر المياه بالمدارس الرسمية وكذلك نحنا مننبلش نفرجي شوه الخطة اللي منننحطها لمساعدة تخفيف المخدرات بلبنان وبنتأمل بتعاون من بقيت الاندية الخطة هي ثلاث امور مهمة توعية توعية بعدين الاعادة التأهيل نحنا على اتصال مع كل الجمعيات اللي عم تعمل اعادة تأهيل بلبنان وياللي ما عم بيجيها كتير مساعدة وبالروتري لانه هيدا نادي عالمي بنعمل شي ما يسموه ماتشنجرانتس يعني نحنا نقوم بمشروع نتصل باندي مش ضروري بس بلبنان باوروبا بامريكا وبنشرح له مشروعنا اكيد منبعت فيه تفاصيل وهن بيساعدونا بالفنس بالمساري طب هالاسمة حضرتك عم بتقول انه نزيده نعم زيدي تثفت الشباب والشبيت اللي عم بتعطو المخدرات هون الخدمة على الارض عم بتكون بس مادية او كيف عم بتكون الخدمة لا الخدمة نحنا بدنا نعملها اولا توعية يعني الام كيف تعرف بالبيت انه ابنه بلش ياخد مخدرات لمين التشقته هون لاصحاب الاختصاص الاطباء حان لاصحاب الاختصاص او او ادي نحنا متأملين يطلعوا بالاعلام وينبهوا الاهل كيف اولادهم ممكن يكونوا يبلش وياخدوا مخدرات لالولاد تلميز عم نعمل مشروع نفوت عالمدارس سبنا نحكي هلا مع وزير التربية جديد براود اي ام نت ادراج ادكت انه بفتخر انا مبياخد ادراج يبلشوا بالمدارس يفتحوا توعية من عمر الخمس سنين والست سنين لان هلأ في ولاد عمرهم عشر سنين واثناشر سنة يبلشوا يتعاطوا بيوقفوا قدام المدارس تجار المخدرات بيعطوهم بومبون شوكولات موجود فيه مخدر بالنايت كلابس يعني للأسف وصلنا لهذه المرحلة رغم انه معروف لبنان انه دايما العيلة دايما وراء الاطفال وراء الاولادة بس ما بتعرف كيف تصير يعني الامور يمكن ما بتقولي يمكن شغلة طيبة بومبون يبلشوا استاذ فره هون بدي اعرف انا لحيصير فيه ندوات متل ما سبقوا ذكريت وقالت الحكوم فيه اصحاب اختصاص رح تستعينوا ايضا باصحاب التجربية اللي خادوا تجربة المخدرات واشوفيوا منا اكيد ما في شك منا انه بنا نجيب ناس ظهروا من هالقفة التعاطي المخدرات ويفرجوا تجربتهم المرة كيف تعذبوا وقت اللي كانوا عبيختوا وكيف خلصوا منا وكيف بينصحوا البيئين انه ما يبرشوف فيها في البير علاوي عنده المؤسسة بونارد السيال جاب لعنا على النادي اربعة من شبابه وحكيوا كيف تعاطوا كيف نطفوا وحكيوا واحد منهم قال انا باعت جرة الغاز عند امي بالبيت تقدرت اخدت البحث يعني ما بيعود بصير يسرق بصير يمكن يقتل بصير مشان يأمن كمية المخدرات اللي بدو ياخدها يعني موضوع فعلا حساس وموضوع جريء جدا يعني بتمنى اذا بيلتغى اصلا المخدرات مش بس باللبنان بالعالم كله واكيد كلنا حتكون مبسوطين فانشالله تنمحها هالشغلة اللي فعلا عم بتدر بأولادنا وببيقتنا وباسم لبنان ايضا شكرا ولاتيكن الف عافية لحضوركم معنا شكرا للكم مرتانية لانه سمحتولنا نطلع بهالموضوع الاعلامي اكيد ونحن متل ما سبقت سبق وذكرنا راح دايما نكون على علم وخبر ونغطى تقريبا نشاطاتك شكرا كتير مشاهدين قبل ما نتوقف مع بريك علينا بدي اذكر كل مشاهد عندهم مشكلة صحية او مشاكل جنسية فيبعت لنا رسالة على لازم تعرفة lbcgroup.tv بريك وعن بعدهم نتبه حالتنا